مع استمرار بطولة الدور العام بدأ الضغط على ملعب فاروق يزيد وأصبحت المباريات مصدر دخل كبير للنادي وبدأ النادي يفكر في تعظيم موارده المالية فعمل رقابة صارمة على أبواب الملعب عشان محدش يدخل إلا بتذكرة فكان قرار مجلس الإدارة في جلسة 11 يناير 1950 ما يلي الموافقة على إنشاء أبواب متحركة معدنية تيرن ستيلز بعداد على أبواب النادي لعد المتفرجين في المباريات الرياضية وتكليف حضرة الأستاذ المحترم عثمان رمضان يوسف ببحث هذا الموضوع وعرضه على المجلس في الجلسة القادمة عددات الجمهور كانت مهمة جدا لحصر المتفرجين ومنع التلاعب ودخول جماهير بدون دفع التذاكر وفعلا بدأ العمل في تنفيذها بعد موافقة المجلس على العرض اللي تقدم لتركبها وفي جلسة 18 سبتمبر 1950 قرر مجلس الإدارة تكوين لجنة من حضرات الدكتور نور الدين طرف وعباس بيك الغمراوي والأستاذ هاني كامل برئاسة فؤاد أباط باشا لتعديل قانون النادي على أن تنتهي من عملها في ظرف شهر وزي ما قلنا قبل كده أول قانون للنادي أو ليحة زي ما بنقول عليها دلوقتي اتعملت يوم 25 فبراير 1908 يعني بعد تأسيس النادي بسنة وكان أول تعديل لقانون النادي في جلسة الجمعية المنعقدة يوم 19 يناير 1916 والتعديل الثالث كان في جلسة الجمعية العمومية المنعقدة في 4 يناير 1925 والتعديل الرابع كان في جلسة الجمعية العمومية المنعقدة يوم 15 مارس 1940 تعديل اللوايح والقوانين أمر معتاة في الرياضة وغيرها ليه؟ علشان يواكب تطورات العصر ودايما النادي الأهلي كان بيعدل اللائحة تبقى للمتغيرات الرياضية والاجتماعية اللي بتحصل في حينها ماينفعش اللوايح تفضل جمدة وما تلبش المتغيرات لكن ودا المهم قيام إدارات الأهلي المتعقبة بتعديل اللوايح ما غيرش إطلاقاً من شخصية النادي الأهلي ودا سر عظمته استمر النادي في تقديم رسالته من كل النواحي رياضياً وفنياً وثقافياً واجتماعياً وفاز بالدوري للعام التالت على التوالي ومش بس كده الأهلي جمع بين الدوري والكاس تلات سنين متتالية فاز الأهلي بالدوري العام في أول موسم لتنظيمه 1948-1949 وكان الترسانة وصيف البطولة وفاز الأهلي كمان بكاس مصر بعد الفوز على نادي فاروق اللي هو نادي زمالك بنتيجة 3-1 أحرز أهداف الأهلي توتو وحسيم مذكور وفتحي خطاب وأحرز هدف نادي فاروق يونس مرعي وفي تاني مواسم الدوري 1949-1950 فاز به الأهلي للعام التاني على التوالي بعد منافسة قوية مع نادي الترسانة الفريقين تساووا عند نهاية الدوري في عدد النقاط كل فريق حصل على 23 نقطة صحيح أن الأهلي كان متفوق بفارق الأهداف يعني عنده فارق أهداف زيادة عن نادي الترسانة بتمن أهداف لكن في الوقت ده الليحة ما كانتش بتحسم البطولة بالأهداف فتم اللجوء لمباراة فاصلة فاز الأهلي فيها بهدفين مقابل هدف أحرز للأهلي فتحي خطاب وتوتو والترسانة عبدالخير صالح وفي كاس مصر فاز الأهلي بالبطولة بعد ما فاز في النهائي على الترسانة 6-0 أحرز الأهداف صالح سليم هدفين وهدف واحد لكل من أحمد مكاوي وتوتو وفاهم جميعي وسيد عثمان الترسانة في الوقت ده كان المنافس الأول للنادي الأهلي والأهلي قدر ياخد منه الدوري والكاس وفي الموسم الثالث للدوري 1950-1951 فاز الأهلي بالدوري وفاز معه ببطولة كاس مصر بعد ما فاز في نهائي البطولة على نادي السكة الحديد بأدف للا شيء أحرزه أحمد مكاوي كانت سيطرة كاملة للأهلي على الكرة المصرية بالجمع بين أكبر بطولتين في الكرة لمدة ثلاث سنوات متتالية سيطرة استمرت من يوم تنظيم بطولة الدوري العام والحد النهاردة ما علينا في الوقت